السلام عليكم مرحبا بكم لتشجيع على تقديم كل جديد حول أخبار الساعة وقضايا المجتمع الجزائري والعربي أكون شاكرا لو اشتركتوا بالقناة وفعلتوا جر جرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوني بإعجاب أمس الخير عليكم إن شاء الله كامنا تكونوا بخير وعلى خير وأنتم نشوفوا معي في هذا الفيديو اليوم جيدكم طبعا بيان جديد من الوكالة البطنية للتشغيل هذا البيان طبعا خص من حتى البطالة وكل مرة نشوفوا نشروا على الصفحة تحام بيان نقولوا بلك فيها تغيير بلك فيها مفاجآت بلك يزيدوا في المنحة بلك يغيروا في الشرط السن بلك يزيدوا حاجة يعني مهم حاجة اللي فيها يعني إيجابيات طبعا رح نخلع عليكم البيان ونشوفوا مع بعضنا ونفهموا وجهة فيه بالتفصيل طبعا هذا البيان رح يخص كامل المستفيدين من منحة البطالة دون استثناء إلا في حالة ما يعني ما بعت لهم شديك حاجة بعد أخرى المهم ابقوا معي في الفيديو وما تنسونا شو بالبصمة فضلنا ساعة ما نطلعونا الفيديو خلي الناس كامل تستفاد من المعلومات حين أعطيها لكم وبرتجونا الفيديو يرحم ورديكم على قدر ما قدرتوك البيان أمامكم إعلان خاص بالمستفيدين من منحة البطالة تعتزم الوكلة الوطنية للتشغيل القيام بعمل التحيين ملفات المستفيدين من منحة البطالة وتهدف هذه العمليات إلى تحيين وضبط وضعيتهم الشخصية والمهنية مع إمكانية اقتراح فرص للتوجيه في مناصب عمل ولهذا الغرض سيتم دعوة المستفيدين منحة البطالة من خلال إرسال رسائل نصية في هواتفهم للحضور إلى مقرات الملحقات المحلية للتشغيل التابعين إقليميا لها الإجراء مقابلة مع مستشار التشغيل المصحوبين بوثائق التالية بطاقة لهوية للمعنى وثائق تثبت تغيير وضعية المستفيد بعد تاريخ الاستفادة الاستفادة عفوا الوضعية تجاه الخدمة الوطنية الحالة العائلية شهادة التكوين التأهيلي في إطار جهاز منحة البطالة ووثائق أخرى بالنسبة للمتزوجين بطاقة التعريف البيومترية الخاصة بالزوج أو الزوجة أو عقد ازدياد للذين يملكون بطاقة التعريف الوراقية هام جدا حضور المعنى إجباري ولا ينوب عليه أي أحد في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ إرسال الاستدعاء وفي حالة عدم الحضور في الموعد المحدد سيتم تعطيل منحته إذن البيان هذا ليجانا طبعا ليحطته وكالة الوطنية للتشغيل هذا وشي المعنى تاعه يعني رح يكون هناك تحيين الملفات يعودوا دراس الملفات تعال الناس المستفيدين من ملحة البطالة يعني مشي تجديد هذا كتاع ستة شهر لتعملوه في الدار ورح تروحوا للسيبار الديروه لا هذا يعني خص طبعا التحيين لبعض الفئات فقط الفئات اللي مذكورة في البيان تعنا هنا مشي كل يعني مشي كامل المستفيدين ممكن تكون في أقليل أخلاع المهم ممكن تكون كذلك أنت واحد منهم المهم اللي عابد يدير حساباتي ولداتي وخاوتي باش ما نقوش في أي غلطة وطبعا هذا الاستدعار حيبعده لكم بغ أسماس يعني رسائل نصية رقبوا الهوات تفتعكم وطبعا اللي غير رقم الهاتف تفتعه من الأحسن يروح لنام كما قلت لكم مقبار في فيديوهات وعلمتكم وفهمتكم وكالة التشغيل والعمل ويعطيهم ذاك الرقم الجديد اللي غيرتو باش كي يجيكم لسائل النصية جيكم على النمرو الجديد فهمتو ما جيش وقت الله لا يقدر ما يصلكم حد شي وتنسوا ما تدوش هذاك الرقم الجديد يروح لكم على الرقم القديم وتتطفر فيكم فهمتو بعيد الشراء ويقول لكم إقصى وتاني حاجة ما تخلوش الهوات تفتعكم مقفولة ودي ما حطوها فالله الشرط يجن دي ما تكون شرجي فهمتو ما تخلوش ولاد صغر ما بأي كزامبي لقبلكم بيها فهمتو قادر يجيكم ميساج قادر يمسحوه لكم هكم تعرفوا داري صغر يعني ما يعني ما يحكمش هذي هم الشراء صغر طبعا وبعض الحالات طبعا كامل يبعتو لكم يعني قلت مشي كامل وممكن يدعموكم وكل لأنه هذا تجديد تعدوصيات لازم يتعمل نطرحوا السؤال نقول وعلاش هذي الملفات لوقت هذا لازم تتحين يعني كين وحنية يجدوها لأنه بعض الأشخاص المستفدي من منحة البطالة هذه الوضعية تحما تغيرت كين كان عازب والزوج يعني هذا لازم يجدوه لدوصيتاء وكين ناس كين مثلا غير المكان تحم ساكن في ولاية كين وحنا ساكن في قسنطينة وتنقل ولا يسكن في مهم في ولاية وخد أخرى هنا لازموش يديرو الملفات ويهزوه من يروحوا الديكلاري يهزو الملفات ومنا نقسنطينة ويبعتو الملفات المنحة لسكيكدا يحولوه كين نقول احنا كذلك تغير الأرقم تحت الهاتف إذا درتي هاتف رقم جديد لازم تروحي لنام كين نقول احنا نروحوا للناس اللي قرأت في التكوين ثاني من قبل كانوا مستفيدين من منحة البطالة وبعتولهم رسائل وقرأوا في التكوين المهني وتحصلتوا على الشهادة من التكوين المهني هذا يعني لازم حتى هم يستدعوهم باش يطلعو لهم هذيك الشهادة تحم في منحة البطالة فهمتو؟ يعني هذاك الديبلام اللي تحصلتوا عليه من التكوين المهني هذاك هو اللي رح يدخلوه في المنحة البطالة في حالة ما لقوا لكم خدمة ولا حاجة على الديبلام بتاعكم هذاك ها معاي طولكم باش تروحوا تخدموا ديركت وحتى الناس اللي ما عنداش تكوين انا شفتهم شخصيا انساء كبار عندها 35 سنة 36 سنة ما عنداش تكوين مهني يبا استدعوها باش تدير تكوين مهني وراح تدير التكوين مهني وعطوها الديبلام عليه وهذاك الديبلام كذلك رح يحطوه في الدوسي تحت المنحة البطالة باش كون يلقاوها شغل ولا عمل طبعا اول حاجة انتم طلبتو عمل طلب عمل دفعتو برقة بالطلب عمل باش كي يلقاوك من عمل رح تدخلو تخدمو ان شاء الله طبعا وهذا الشي كل يهدرنا هذا كامل يندرج تحت تصفيت الناس اللي راهي مخالفة للشروط امتاع المنحة طبعا ولحد الساعة هادم راه ما زال يده في المنحة طبعا ومخالفين للشروط طحا فهمتو عليها هذي داروها باش يعرفوا الناس اللي مازالها يعني تستفاد في المنحة بكل شروطة صحيحة وكان مخالفات رح يشوفوا ماش يديرو لهم طبعا وهذا حدولو وقت تمانية وربيس ساعة المقابلة اولا رح تكون مع من؟ مع مستاشر يخدم في الوكالة الوطنية رح يدرس الميلف تاكم ورح يطرح لكم اسئلة طبعا اسئلة هتكون شفاوية هو يسأل وانتم تجاوبوا واذا يعني القاء مخالفة لأحد الشروطة المنحة البطالة رح يخرجكم منها يعني رح يخصيكم واذا القاءوا الوضعية تاعك يعني في حال تغيير يعني مثلا ما كان دي بلاسيتي من بلاسة لبلاسة ولا يعني تقول لها يعني مش حاجة يعني مخالفة يعني كبيرة طبعا هنا رح يشوفوا الوضعية تاعك طبعا ورح يكونوا احنا يعالجوها رح تبقى المنحة تاعك مش يعاتي اما اذا كانت مخالفة اكيد رح يقول لك يقول لك فتخيخة هذيك كنقول احنا رجع ذاك المال يديتيه ولا طبعا ربي يسترخ له يعني هذه حاجة الله يكون خير فرد علاه يقول لك اذا اتزوجته ولا نباليك مربيه بشغل ولا لازم تروحوا ديكلاريو بلي سيمون حابسونا هذيك المنحة ما فيهاش لعب طبعا هذا قانون وقانون يعني يعاقب عليه اي واحد يخالف الشروط تاع المنحة رو يتعاقب وباش تروحوا تقابلهم كذلك كما نشوفوا في البيانة لازم اتدي معك وثائق اولا بطاقة الهوية للمعنى بطاقة الهوية يعني بطاقة التعريف والعلاكات ناصيونال كما نقولو احنا وثائق تثبت تغيير وضعية المستفيد بعد تاريخ الاستفادة انتم قبل ما تسجلوا في المنحة البطالة ما كانتش عندكم لا ريفورم صح ولا لا الوثيقة هذه انهار اللي تسجنوا ان شاء الله في منحة البطالة راح تجيكم هذه لا ريفورم يعني لا ريفورم هذه تديها معك وتتوجه لا نام والناس اللي اتزوجوا مستفيدين لازم يدوا تانيتك فيش فاميليان حالة العائلية كما نقولو احنا وطبعا تاني الناس اللي اتكونت في التكوين المهني واستفادوا طبعا من منحة هذه لازم حتى هم يدوا شهادة التكوين اتأياني معاهم هذاك الديبلوم وشهادة التكوين كما نحنا لديتيها الديبلوم لديتيه في التكوين المهني وثائق تانية تانية معاهم وبعد ما يقابلوك طبعا وشوفوا الوضعية تاعك الحالة الاجتماعية ويدرسوها مليح يطلبوا منك وثائق اخرى هذه الوثاق يعني منعرفوش احنا هما لما تبقى معاهم ويتشوفوا الدوسي تاعك ويفهموه بها هما راح يبصوك وش تجيب يعني وش تلحق لهم لكن الوثاق تاعك هادهم يعني كاملين هاي مليح هاي فوتوك نورمال الا خاصة هما وراقي راح يقولوك وش تجيبين وش تلحق لهم وبالنسبة للمزوجين يدي معاه بطاقة تعريف بيومترية الخاصة بالزوج او الزوجة فهمتو بطاقة بيومترية واللي ما عندهم مش بطاقة بيومترية وعندهم غير هذيك البطاقة العادية كي مروا مكاتبين بطاقة التعريف الوراقية يدهم عاهم شهادة الميلاد او عقد الازدياد هذا ما كان طبعا وبالنسبة لشهادة التكوين التأهيري لازم التكوين المهني لازم تكون في ايطار جهاز من حد البطالة هذا هو كامل بالنسبة للوراقي يعني الوثائق الملزومة فقد تبقى لهذاك الهام جدا لازم المعني المعني بالامر اجباري هو ليجي ما يجيش واحد اخر في بلاستو غير مقبول والاجل ما يتعداش تمائية وربعين ساعة من تاريخ الارسال يعني رسلك اليوم اليوم للطرواء مارس لازم عندك تمائية وربعين ساعة من تاريختي اليوم طبعا في حالة عدم الحضور المحدد في الوقت بعد كارون تويتر سيتم تعطي المنحاتك فهمتوا؟ المنحاتك تتعطي وقدر الله لا يقدر ربي قادر تتقصى يعني هذي حاجة ايبينة اتمنى ان شاء الله فهمتوا عدية متمنى ان شاء الله ما يسرلكمش الاقصى ديروا بجهودكم وديروا في بالكم هذي حاجة كما نقولو احنا ملزومة وما تخافوا من والو راح تفوتوها واتدروها ان شاء الله وتربحوا بهذاك الصوير داد وتفرحوا به ان شاء الله تصرفوهم في الصحة والسعادة والفرحة هذا ما كان لاحباب ما تنسونيش ربي خليكم خاوتي لا تنسونيش بالبصمة وبرتجونا الفيديو وتعليقاتكم الزينا اي سؤال راني هنا عن الرحب وع السعى المهم تهلوا في رواحكم الى فيديو قادم ان شاء الله تهلوا لي في رواحكم دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة